أهلا بكم في موجز الأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية نادي الخليج السعودي أعلن ضم الدوري المصري محمد شريف لاعب الأهلي لمدة موسمين قادمين خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لتدعيم هجوم الفريق للمشاركة في دوري المحترفين نادي زاد أعلن تدعيم صفوفه بصفقة جديدة وهي ضم اللاعب إسلام عبد الله قلب دفاع حرس الحدود لصفوف الفريق لمدة خمس سنين ضمن خطة إدارة النادي في دعم الفريق الأول بأفضل العناصر استعدادا لانطلاق الموسم الجديد بعد تأهل الفريق للمشاركة في الدوري المصري الممتز خالد بيبو مدير الكرة بالنيدي الأهلي أعلن تمديد تعاقد محمد مجدي أفشا صانع ألعاب الفريق لمدة ثلاث مواسم بالإضافة للسنة المتبقية في عقده أميار الشريف لعبة المنتخب المصري للتنس تراجعت ثلاث مركز في تصنيف اللعبات المحترفات واحتلت المركز 33 عالميا بعد ما كانت في المركز 30 الشهر الماضي فراجع اللعبة المصرية يجيب بعد خسارتها أمام المصنفة العشر عالميا وبطلت وينبلدن فريق أسن فيلا الإنجليزي أعلن تعاقده بشكل رسمي مع الموهبة المصرية عمر خضر من فريق ZFC نادي بشكتاش التركي أعلن ضم أليكس أوكسايت شامبرلين لاعب ليفر بول السابق في صفقة انتقال حر بعد ما انتهى عقده مع ليفر بول بنهاية الموسم الماضي ونادي ريال مدريد اتفق مع تشلسي على استعارة كيبا حيرس تشلسي لمدة موسم واحد وده لغاية 30 يونيو 2024 بعد ما قبضى خمس مواسم مع تشلسي فريق منشاستر يونيتد حقق فو صعب على ويلفر هامتون بالنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعت الفرقتين على ملعب أول ترافرد ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الإنجليزي للموسم الجديد 20-23-20-24 وفريق أتلاتكم مادريد فاز على حساب فريق غرناطة بنتيجة 3-1 في المباراة اللي أقيمت بينهم على ملعب ميترو بوليتانو ضمن منافسات الجولة الأولى من بطولة الدوري الإسباني للموسم الحالي 20-23-20-24 وخلصت نشرتنا رياضية ونعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر مع جمانة ومصطفى عودها لكم مرة تانية جمانة ومصطفى نشكري کے حالة شکران جزيل